معك تركيل سهلي في ثاني ثانوي من إدارة تعليم الشرقية شعور جميل صراحة يعني أنا من يوم أني صغير وأنا فكر يعني كيف إذا كبرت ممكن أني مخترع أو مبدع وأبتكر شي جديد وشعوري أني وصلت لهذه المرحلة بعد يعني لما وصلت للثانوية يعني كأني حققت أحلامي يوم كنت صغير في النوم مشروعي ديزانينج ان ديفولبينج ان اوتوميت سولر فانل كلينيك ديفايس يهدف إلى الحفاظ على كفاءة الألواحة الشمسية في حين تطور المملكة العربية السعودية في رؤية عشرين ثلاثين إلى اتجاهي للأنواع المختلفة من الطاقة وأهمها الطاقة الشمسية فهذا الاختراع أو هذا الجهاز يهدف على حفاظ على كفاءتها زي ما أنت شايف في الغراف اللي هنا مستوى الطاقة ينزل إذا لم يتم التنظيف الألواحة الشمسية بشكل كافي منافسة والله العظيم قوية جدا يعني في كثير من الشباب والبنات اللي معانا اليوم في القاعة فازوا في آيسف العام الماضي والعام اللي قبله في منهم اللي فاز أصنع في العنبياد الوطني غير عن آيسف فبالنسبري كأول محاولة في المعارض المركزية تعتبر شيء صعب صلاحة بالنسبري ولكن بإذن الله أنا واثق في مشروع واثق في نفسي وفي تقديمي وبإذن الله إلى آيسف طبعا تركي قبل التحكيم تركي قبل التحكيم كنت متوتر جدا كنت شايلها من التحكيم كنت أقول إيش بروح عند اللجنة بيحجرون لي بيسومون لي بيمدر إيش بيأكلوني أكل طيب دخلت عند المحاكمين ووجوه بشوشة ورحبوا فيني بصدر راحب طيب كانت الأسئلة جدا بسيطة مجرد أسئلة عشاني كيف أقولك عشاني يعرفون كفاهم مشروعك وإنت اللي مسؤوي وإنت اللي اشتغلت وتعبت على مشروعك كانت الأسئلة بسيطة كيف يشتغل جهازك وإن جرب جهازك كيف كانت بدايتها وماذا المواد التي استعملتها ومن وفرها أشياء أسئلة جدا بسيطة و تركي بعد اللجنة كانت مستانة صراحة مرتاح ريليفت طموحي في هذا المسابقة كما قلت قبل شيء ذكرت أنا من يومني صغير وأنا طموحي أكبر أكون مخترع أو مبتكر في مجال معين وأنا صراحة مهتم في الهندسة والهندسة الميكانيكية طموحي أني أوصل آيسف بإذن الله وفي وصولي إلى آيسف أقدر أوري العالم كله أني قادر على التأثير قادر على تغيير أشياء منهجية موجودة في العالم في الفترة حالية رسالة إلى الزملاء مهما كان بحثك صغير أبداً لا تستهين في أي بحث لا تستهين في أي بحث عندك بحث طور، ابحث، اكتب في جوجل عن بحثك يعني مثلاً إذا أنا بحثي كلينيك ديفايس حق السولر فأنا أكتب في جوجل رح تحصل الناس يعني جربوا أشياء تقدر تاخذ من خبراتهم وتستفيد منها تكلم دكاترة في الجامعات تكلم معلم عندك في المدرسة وممكن أن يساعدك في تطوير البحث حقك وبعد ما تخلص من تطويره وتحس أن بحثك قادر على التغيير تسجل في إبداع صراحة نورشة أنها جداً ملمة بالمواضيع والأسئلة التي كانت تنسل علينا داخل ولحسب معلومات التي جاءتني والمعلومات التي لدي أنها ملمة في المراحل الجاية كانت صراحة أشياء استفدت منها كثير كثير يعني ثلاثة أيام هذه استفادت في منهج كامل أوجه رسالة شكرة إلى المهندس عبدالله عيسى وإلى الأستاذ أحمد الجوهري وإلى أكيد عائلتي وخواني وخواتي وأكيد أحب أوجه شكر إلى موهبة مؤسسة موهبة بشكل عام لجميع البرامج ابتداء من مقياس موهبة إلى برنامج إبداع جداً مرامج استفدت منها كثير 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 وبإذن الله قادر على تغيير المستقبل وقادر على تغيير الأشياء أو ابتكار أشياء جديدة في المستقبل كلها بفضل الله ثم بفضل موهبة